السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني وعزائي المتابعين المهتمين الفرق بين الصنف الزيتون الاشرسي او المنزل للديسبلا والصنف القيسي او الخلخالي السوري هذا الصنف اسباني مزروع عندنا بالعراق وبكثرة وفي كل انحاء العالم صنف مائدة في حين صنف القيسي صنف ثنائي الغرض يستخدم للمائدة ويستخدم للزيل هنا عندنا الثمرة البذرة واضحة خشونة البذرة هذا الصنف القيسي صنف المنزل له ثمرة سطحها خشل لكنه اقرب العين تكون قليلة الخشونة واضحة العروق والتعرق هذه البذرة للفرق بين الاثنين كذلك بالنسبة لل يعني طبعا للسوداد لان صار فترة من يعني من القطع يعني زيتون عادة من يتأخر على القطع هذا يصير السوداد شوف حجم البذرة تقريبا أصغر من هنا القيسي أكبر البذرة طبعا هنا الصنف ثمرة طرية جدا حتى بالقطع واضحة الليونة جدا تنضغط ثمرة هنا سطح ثمرة القيسي أقوى تماسكا ثمرة قوية هنا ثمرة طرية أكثر حقيقة يعني الصفات هذا زيت بالعراق عندنا وصل حتى 13% يعبر العشرين في بعض كثير من بلدان اللي جوا يكون ملائم نحن بالعراق وصل 13% هي نسبة جدا عالية نعتبرها ممتازة هنا صنف الأشرسي حقيقة يعني متجاوز 7% 7% جيد ممكن يتوصل إذا يعني حصدنا بهذا حد من النضج ممكن يعني نعبر السبعة لكن عموما صنفين مميزات جدا صنف الصنفين تلقيحهما ذاتي لكن هنا في مشكلة صغيرة يعني بعض المبايض أثرية في بعض الأسهار يحتاج إلى تلقيح خلطي مع أنه الاثنين مع التلقيح الخلطي الذات هاي المعلومات ذكرناها كل في الفيديو المطول شجرة هنا نصف متدلية تقريبا متوسطة هنا شجرة قوية قائمة واضحة لاختلافات من اللي يشوفهم يعني يشوفهم المسال الأوراق تقريبا والباقي الأمور تقريبا متشابه المميز بلصن في القيسي متحمل للجفاف أيضا هنا هنا متحمل للجفاف بشكل أقل متحمل للملوحة متحمل لظروف نلبية بشكل كبير أيضا القيسي من من النباتات الجدا أو من الأصناف الجدا متحملة وأيضا متحمل الأمراض وصنف حقيقة معاومته قليلة في حين هنا المعاومة أكثر من القيسي هذه تقريبا يعني أكثر الصفات لكن المميز بين الاثنين هي نواة هذه نواة هذه نواة الأشرسي وهذه نواة القيسي وضح الاختلاف وطبعا دائما الأصناف السورية هناك أكو شوكة في قاعدة نواة النواة هذه تقريبا أهم الصفات بين الاثنين حبينا نوضحها لكم تحية